اهلا بكم اعزائي المتابعين معاكم الدكتور تامر لو جالك مريض وضغطه عالي وكان سنه كبير فغالبا انت بتقول ان المريض ده عنده primary hypertension او essential hypertension وبتعمله بس ال basic labs بتاعتك ومش بتدور على اسباب تانية اما لو جالك المريض وكان سنه صغير فانت بتقول لا خلي بالك لا يكون عنده secondary hypertension او سبب اخر هو اللي عامله ارتفاع في ضغط الدم ونقعد ندور على هذا السبب فالنهاردة هندردش مع بعض شوية عن secondary hypertension وايه الاسباب اللي بتعمله ونعمل فحوصات ايه عشان نوصل للاسباب دي ودي حلقة مخصصة للاطباء حديث التخرج وما تنساش في البداية نعمل لي لايك للفيديو في البداية لازم نعرف ان في ملايين البشر عندهم مرض ارتفاع ضغط الدم وحوالي 90-95% منهم بيكون فعلا primary hypertension يعني مفيش سبب واضح قدامك لارتفاع ضغط الدم وحوالي من 5-10% بس هم دول اللي عندهم secondary hypertension وعشان كده مش كل مريض جاي لك عنده ارتفاع في ضغط الدم بنقعد نعمله فحوصات معقدة ومكلفة جدا عشان نوصل للسبب وفي الاخر هيكون بلا هدف عشان كده في حالات معينة بس هي دي اللي بندور وراها ونقول ان ممكن يكون عنده secondary hypertension زي ايه الحالات دي؟ اولا طبعا لو كان سنه صغير مريض جاي لك عنده ارتفاع في ضغط الدم وسنه اقل من 30 سنة لا ندور وراه ونشوف ممكن يكون فيه سبب تاني هو اللي عامل ارتفاع في ضغط الدم واحد تاني عنده resistant hypertension يعني بياخد ثلاثة ادوية للضغط ومنتظم عليهم بالجرعات الكافية ومع ذلك ضغطه عادي برضو ندور وراه واحد تالت كان ماشي على علاج ضغطه ومستقره زي الفل فجأة ضغطه بدأ يرتفع برغم انه ماشي على نفس العلاج برضو ندور ممكن يكون حاجة جدة على هذا مريض مريض رابع عنده ارتفاع شديد جدا في ضغط الدم لدرجة انه عمله acute kidney injury عمله مشاكل في وظائف الكلا او عمله بالموناري اديمة او عمله CNS symptoms لا الموضوع ده برضو ندور وراه مريض اخر ضغطه عالي وجينا نعمله الالكترولايتس اللي اينا فيها مشاكل هيبوكاليميا مثلا او متابوليك الكالوزيس او هيبركالسيميا او اي مشاكل تانية في الالكترولايتس برضو ندور وراه واخيرا لو مريض عنده ارتفاع في ضغط الدم وعنده علامات او اعراض لمشكلة ما بتعمل ارتفاع في ضغط الدم في الحالة دي نعمل الفحوصات بتاعت المشكلة دي عشان نتأكد من التشخيص بتاعها ودلوقتي خلينا نعرف ازاي هنوصل للسبب بتاع secondary hypertension فلو المريض كان فيه علامات او اعراض واضحة لمشكلة ما هي اللي عمل ارتفاع في ضغط الدم فطبعا هنجري ونعمل الفحوصات دي لهذه المشكلة بالذات ودي هنتكلم عنها في نهاية الفيديو لكن لو الدنيا مش واضحة قدامك قوي فاحنا بنقسم المريض بتاعنا على حسب السن فتعال دلوقتي نتكلم عن الاسباب على حسب كل سن اولا لو كان المريض بتاعك اقل من 18 سنة يعني طفل صغير او مراهق في الحالة دي اشهر سبب بيعمل ارتفاع في ضغط الدم هي مشاكل الكلاة طبعا زي الجولومنورنفرايتس والديابتك نفروباثي بوليسيستيك كدني ديزيز فوكالسيجمنتل جولومرسكولوروزيز يورينتراكت اوبستركشن اي مشاكل في الكلاة ممكن تعمل ارتفاع في ضغط الدم فبالتالي بتعمل للمريض بتاعك سيروم كرياتينين ممكن يكون عالي تحسب له الجي اف ار ممكن يكون قليل تعمله الالكترولايتس ممكن يكون فيها مشاكل سوديوم بوتاسيوم الى اخره تعمله طبعا تحليل بول اللي ممكن يكون فيه بروتينوريا البروتين زيادة في البول او هيماتوريا دم في البول او كاستس او يكون فيه بس سيلز الى اخره وطبعا نعمله الترا ساوند سونار على البطن والحط فاكتر سبب يعمل ارتفاع ضغط الدم في هذا السن هي مشاكل الكلة فبنعمل الفحوصات لو طلع فيه مشاكل فعلا فبنكمل ونشوف السبب ايه ونشوف علاجه اما لو طلع كل حاجة سليمة فممكن السبب التاني اللي نفكر فيه في السن ده هو الكو اكريشن في اورطة انه يكون عنده ضيق في جزء من الاورطة وبالتالي لو كان طفل ممكن نعمله ايكو هيبين الموضوع ده موجات صوتية على القلب اما لو كان مراهق او اكبر سنا ممكن نعمله سي تي انجيوغرافي او ام اار انجيوغرافي يعني نعمله اشعة مقطعية بالسبغة او رانين مغناطيسي بالسبغة على الاورطة هتبين لنا المشكلة دي لو كانت موجودة لو كان المريض بداعك سنه من 19 ل39 سنة في الحالة دي برضو بندور على مشاكل الكلة وتعمله سيروم كرياتينيين وتحسبله جي اف اار فلو طلع كله تمام ممكن نفكر في مشاكل الغدة الدرقية فنعمله تحليل وظائف الغدة الدرقية فلو طلع هو كمان كويس فممكن نفكر في اللي هو ضيق الشرياني اللي بيغزي الكلة نتيجة حاجة اسمها وده مرض ممكن يصيب بعض الشرايين في الجسم ومنها الشرايين بتاعة الكلة ويعمل فيها ضيق ونتيجة هذا الضيق الضغط بيرتفع فممكن نعمل للمريض بتاعنا يعني دوبلر على شرايين الكلة وممكن نعمله برضو يعني برضو أشعة مقطعية بالسبغة أو راني المغناطيسي بالسبغة على شرايين الكلة لو موجود المشكلة دي بتظهر معانا وبيكون في بعض التدخلات لعلاج هذه المشكلة والمريض بيتحسن كتير جدا طيب لو كل ده طلع طبيعي ولسه شاكك في المريض بتاعك انه معاه secondary hypertension في الحالة دي ممكن نفكر في نشوف المريض بتاعنا هل بياخد كورتيزون خارجي ولا لا فلو المريض بتاعك بياخد كورتيزون خارجي فالموضوع يتحله ويكون هو السبب أما لو مش بياخد كورتيزون خارجي فانت هتفكر ان في حاجة بتفرز كورتيزون داخلي مشكلة في الأدرينال جلاند أو أي مشكلة تانية بتطلع كورتيزول فالمهمة تعمله تحليل ايه؟ تعمله 24 hour urinary cortisol يعني المريض بتاعك تخليه جمع بول 24 ساعة ويقيس الفري كورتيزول جواه فهيلاقيه عالي ده يقولك ان جسم هذا المريض بيتطلع كورتيزول زيادة ويخليك طبعا تفكر في وطبعا في فحوصات تانية للكوشنج سندروم لكن احنا هنا بنتكلم على حاجة معينة تعرفها وخلاص طيب لو التحليل ده طلع كويس والمريض ما بياخدش كورتيزون خارجي ففي الحالة دي ممكن نفكر في ولو ان دي حاجة نادرة لكن نفكر فيها وممكن نعمله برضو تحليل اسمه 24 hour urinary metaniferenz يعني برضو المريض بتاعك هيجمع بول 24 ساعة وهنقيس المتانيفرنز فيه لو كانت عالية فممكن يكون المريض بتاعك عنده فيه كروموسايتومة طيب لو كل ده طالع طبيعي ممكن نفكر في ال وطالما هو شخص بالغ فالافضل ان احنا نعمله يعني اشعة مقطعية بالسبغة او رانين مغناطيسي بالسبغة على الاورت طيب لو كان المريض بتاعك سنه من الردعين لاربع وستين سنة فممكن يكون معه thyroid disease مشاكل الغضة الدرقية تعمله TSH او ممكن يكون عنده hyperaldosteronism الغضة الكاظرية برضو ممكن تكون بتطلع aldosteron كتير سواء primary او secondary بس خلينا نتكلم على primary hyperaldosteronism في الحالة دي بنقسله aldosteron وبنقسله renin levels وممكن نعمل الratio اللي هو اسمه aldosteron to renin activity ratio بنقارن aldosteron بالrenin ففي حالة primary hyperaldosteronism هنلاقي aldosteron عالي والرنن قلين غالبا هتلاقي الratio ده 20 لواحد او يمكن اكتر من كده لكن لو طلع كويس ممكن تفكر في obstructive sleep apnea طبعا هو لو في علامات لأي مشكلة الموضوع بيكون محلول اكتر لكن انا بتكلم لو الدنيا مش واضحة قدامك فممكن نعمل للمريض بتاعنا sleep study او polysomnography فلو تمام وانت لسه شاكك برضو في secondary hypertension برضو ممكن نفكر في ونعمل له زي ما قلنا 24 hour urinary cortisol برضو لو ده تمام ومفيش كوشنج ممكن تفكر في الفيو كروموسايتومة وتعمل له 24 hour urinary metanephrons طيب لو المريض بتاعك 65 سنة او اكتر ممكن تفكر في renal artery stenosis يكون في ضيق في الشريان الكالوي لكن بسبب atherosclerosis المرادي يعني التصلب الشرايين هتكون اكتر في السن ده فالمهم هنعرف ازاي برضو ممكن نعمل له او نعمل له اشعة مقطعية بالسبغة او رنين مغناطيسي بالسبغة لو طلع تمام وانت لسه شاكك في المريض بتاعك فممكن برضو هتفكر في مشاكل الكلة برضو تعمل له كرياتينين وتحسد له وممكن تعمل له زي ما قلنا لو لسه شاكك في المريض بتاعك فممكن نفكر في او مشاكل الغدة الدرقية وفي السن ده بيكون اكتر خمول الغدة الدرقية فالمهم بتعمل له ولو لسه شاكك في المريض بتاعك فممكن تفكر برضو في تشوفه بياخد ادوية كورتزون ولا لا وممكن تعمل له وكمان ممكن تفكر في زي ما قلنا برضو وممكن تعمل له خلي بالك كل اللي فات ده كنا بنقول تقريبا اشهر الاسباب في كل سن لو انت شاكك في وما فيش علامات او اعراض واضحة قدامك لكن تعالوا بينا نتكلم لو في علامات او اعراض لمرض معين نعمل فحوصاته ازاي بص يا سيدي لو مريض جالك وعنده ارتفاع في ضغط الدم لكن انت بتبص على المريض بتاعك اصلا لقيت عنده بفلو هم الضهون اللي ورا دي والتكتلات اللي في افادي او لقيت central obesity او لقيت straya العلامات اللي هي في الجلد دي او ايكموزز او bruximal muscle weakness العضلات اللي هي قريبا من جسمه ضعيفة moon face وشه زي الامر زي ما احنا عارفين فالمريض ده انت كلينيكال كده الشاكك طبعا في coaching syndrome فطبعا بالتاريخ المرضي هتكون شوفت الراجل ده ماشي على cortisone ولا لا بياخد ادوية فيها cortisone ولا لا ولو مفيش فانت هتلجأ للتحاليل والفحوصات عشان تشوف cortisone syndrome فهتعمله زي ما قولنا 24 hour urinary free cortisone ففي الحالة دي هيطلع عالي كمان ممكن تعمل ديكساميثازون المريض بتاعك بياخد ديكساميثازون بجرعة صغيرة واحد مليجرام وبنقيس بعد كده cortisone المفروض ينزل مستويه يقل لكن بلاقيه ما انزلش في حالة كمان ممكن نقيس cortisone واللي بيكونوا عاليين في حالة فلو الفحوصات دي قالت لك ان الراجل ده عنده فانت بتحوله لطبيب غدد عشان يكمل فحوصاته ويستجن العلاجه اما لو الفحوصات دي كلها طلعت طبيعية وانت لسه تشاكك في المريض بتاعك فبرضه حوله لطبيب غدد يعني الفحوصات اكتر عشان يوصل للتشخيص لان فيه clinical suspicion كبير لحد ما نبقى نعمل حلقة عن طيب مريض اخر جالك لقيت عنده مثلا براديكارديا او تاكيكارديا لقيت عنده كونستيبيشن او دياريه اسهال واحد عنده cold intolerance مش قادر يستحمل الاجواء الباردة واحد تاني عنده heat intolerance مبيستحملش الاجواء الحارة وعنده ضربات القلب سريعة واحدة بنت او ست عندها irregular او heavy menstruation يعني الدورة الشهرية بتاعتها زيادة او غير منتظمة واحدة تاني عندها امنورية او اولوجومنورية الدورة بتاعتها قليلة او مفيش دورة فالحاجات دي كلها تخليك تشك في الغدة الدرقية فتعمله طبعا TSH و 3T3 و 3T4 لان طالما فيه علامات واضحة فاحنا بنعمل فحوصات اكتر شوية مش هنكتفي بال TSH في الحالة دي وطبعا هنشوف المريض عنده خمور في الغدة الدرقية ولا نشاط في الغدة الدرقية ونبدأ نتعامل معا مريض اخر عنده ارتفاع في ضغط الدم وجاي لك لقيته تخيل عنده سمنة ولقيته نيمان على نفسه طوله النهار عمال مدروخ ونايم مش عارف يركز عنده اصدع وعنده بالبتيشنز وبالليل مش بينام كويس وبينشخر كتير وهو نايم فطبعا انت شاتك في الاوبستركتف سليب ابنيا ففي الحالة دي طبعا هتعمله مجسات بتركب على رأس المريض وعلى صدره وبتقيس العلامات الحيوية بتاعته والاشارات العصبية وقت النوم حاجة اسمها في اماكن متخصصة فلو طلع فيه اوبستركتف سليب ابنيا بتحوله لحد متخصص في هذه النقطة زي الطبيب الصدرية مثلا وبيتعامل معاه وبيتحسن الموضوع كتير لما يعالج الاوبستركتف سليب ابنيا مريض اخر عنده ارتفاع في ضغط الدم وانت بتفحصه بتشوه في وبتشوه في الفيمور البلس لقيت في ديلي الفيمور البلس في ديلي عن الراديال البلس او او لقيت الضغط مختلف في الارم عن الليج اكتر من 20 سيستوليت فانت بتشك في وبالتالي لو كان ده طفل فهتعمله ايكو اما لو كان شخص بالغ او مراهق فهتعمله سيتي انجيوجرافي او ام اار انجيوجرافي زي ما قلنا اشعة مقطعية بالسبغة او رانين مغناطيسي بالسبغة على الاورط مريض اخر جايلك وعنده ارتفاع في ضغط الدم فبتديت تديله ادوية لارتفاع ضغط الدم زي الاس او الاربس وبتابع الكرياتينين بتاعه بعد اسبوع لقيت الكرياتينين بتاعه زاد اكتر من 50% يعني مثلا الكرياتينين بتاعه كان واحد اصبح واحد وستة من عشرة مثلا يعني او لو لقيت المريض بتاعك بيجيله حاجة اسمها فلاش بالموناري اديمة يعني بالموناري اديمة نتيجه بتتحسن لكن بتتكرر معي او عملت للمريض بتاعك سونار ولقيت كليا اصغر من التانية اكتر من واحد ونص سنتي فالحالات دي بتخليك تشك ان فيه ضيق في الشريان اللي بيغزي الكلا فتعمل للمريض بتاعك او ممكن تعمله سي تي انجيوجرافي او اشياء مقطعية بالسبغة او رانين مغناطيسي بالسبغة التحانية على الشريان الكلاوي مريض تاني لقيت ضغطه عالي جيت اعمله الالكترولايتس لقيت البوتاسيوم قليل هيبوكالميا او معاه اعراض لنقص البوتاسيوم وبعدين انت لقيت البوتاسيوم قليل اعراض نقص البوتاسيوم زيا مثلا ضعف العضلات او او حائل التعب عاما او رفرفة في القلب اي هنكان المهمة لقيت البوتاسيوم قليل او لقيت معاه أوكان pipes او كان المريض مثلا عندو اكرو ميجالي او اي اي مشاكل في الغدا التانى عندهボرلكتينومة اي مشاكل في الغدا التانية فانت بتشك ان المريض بتاعك عنده وتعمل للمريض بتاعك تحليل زي ما قلنا زي ما قلنا هيطلع الالدستيرون عالي وهيطلع الان اليل المريض اخر عنده ارتفاع في ضغط الدم لكن بتجيله على الضغط يرتفع اوقات واوقات تانية يبقى طبيعي جدا او معاه سويتنج بيعرق او سنكوب او هدك صداع فانت بتشك في فيه كروموسايتومة ولو ان ده نادر زي ما قلنا بس لو فيه اعراض هتشك فيها وتعمله زي ما قلنا 24 hour urinary metanifference مريض تاني عنده انتفاع في ضغط الدم ولقيت الكالسيوم بتاعه عالي او لقيت اعراض ارتفاع الكالسيوم زي طبعا اعلام العظام زي الكنيستيبيشن امساك هدك صداع مثل السبازم او تشنجات العضلات والحاجات دي فالمهم لو لقيت الكالسيوم بتاعه عالي ممكن تشك في الهايبر باراثيروديزم فتعمله تحليل اللي هو باراثيرويد هرمون ولو طلع عالي فهنبدأ ندخل في قصة الهايبر باراثيروديزم ونشوف اسبابها ايه وعلاجها ايه ونبقى نعمل حلقة ان شاء الله عن الهايبر باراثيروديزم مريض اخر جالك وعنده اعراض لارتفاع وظائف الكلا او الفشل الكلوي ولو ان زي ما احنا عارفين ان اعراض الفشل الكلوي غالبا مش بتزهر في المراحل الاولى وممكن ما تزهرش غير في المراحل المتأخرة لكن لو لقيت اي اعراض من اعراض الفشل الكلوي او بالصدفة لقيت الكرياتينين بتاعه عالي او بريتونوريا مسلا في تحليل البول فاكيد انت هتشك في الكلة ومشاكل الكلة وتبدأ تعمل فحوصات اكتر عن الكلة زي ما قلنا زي السونار الكرياتينين وتحسب الجي افو ار وتقييم الكلة بشكل اكبر واخيرا لا تنسى ان من اسباب ارتفاع الضغط بعض الادوية زي حبب منع الحمل والكلوزابين وبعض الادوية اللي قدامك دي ممكن تكون هي السبب في ارتفاع ضغط الدم كذلك الملح طبعا الكتير في الطعام اكتر من الطبيعي كذلك بعض المشروبات زي العرق سوز وزي الكحوليات الكتير وبكده يبقى خلصنا حلقتنا النهاردة هسيب لك مصادر الموضوع ده في الوصف اسفل الفيديو وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش اشترك في القناة وعمل لايك وشير شكرا لحضراتكم